اشتركوا في القناة ايوة الاخوة الكرام نهارة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في حد ما بيشوفش الساعة في المنام طيب بنلاقي بعض الناس بعدها بيذكر حلمه انه شاف ساعة بيحددها لك في المنام ولك مسلا انا شفت ساعة حائط احيانا ممكن اكون شفت ماركة الساعة ويذكر لك الماركة كمان هو الحاجات دي بتفرق في التفسير اه طبعا نهارة هنتكلم عن تفسير رؤية انواع الساعات في المنام فركزوا فيها فيديو صغير لكن مهم جدا اول حاجة رؤية ساعة الحائط في المنام رزق وخير مرتبط بامر الرأي يسعى اليه وبيبشره وطبعا ده بيرجع على حسب الرقم يعني الساعة عشرة الساعة تسعة الساعة تلاتة ده بنفسره لكن عموما ساعة الحائط ليها علاقة بالرزق والخير وامر انت بتسعي ليه في الحقيقة سوف يتحقق لك ان شاء الله تبارك وتعالى ولذلك رؤية ساعة الحائط وهي تسقط على الارض رؤية مزمومة للغاية ما بفسرهاش ويمتنع عنا نجد البعض بالنسبة رؤية الساعة الرملية هذه الرؤية لها علاقة بالعمل ترك في العمل تجارة الى اخر هذه الامور رؤية ساعة المنبه هذه الرؤية تدل على الانتقال من مرحلة الى مرحلة افضل منها بدليل ان المنبه في الحقيقة بيعمل ايه بصحيك فانت بتتحول من النوم الى الاستيقاظ فالمنبه في المنبه يدل على حياة او مرحلة جديدة انت داخل عليها ان شاء الله تبارك وتعالى الساعة المائية للأسف مشاكل في محيط الاسرة وما عشي للأسف الساعة الشمسية تعبر عن البركة والسعادة الى اخر هذه الامور عقارب الساعة دائما تدل على تغير الاحوال وسيق الحلم هو اللي بيحكم انت هتتغير لحال افضل ولا الى حال اسوأ ومع شديد الاسأ سمع صوت وجرز الساعة في المنام بدل على انذار وتنبيه لامر خطير انت داخل عليه لكي تنتبه تظلونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته